تحضل التأخير هذا هو ما يكونش في صالح التراجي عليش؟ ما يكونش خاطر هنا في المخ ذهنية في المخ لكن تخذي القرار توا المعاملة تولي غير عما في البداية في البداية وهنا مفهوم اللي يكونوا التراجر هذه تونسي ما قبلش التأخير وقال لا تكيبوا له القرار متاع الكاف فما دابتاسيون تقول لادابتاسيون نرجع للكلام اللي قالوا لخيانتو يعني مهما يكون الحالة متاع الجوارات تطلب بطبيعة الحال أي فانتكاترير مش تكون فيها فايدة بعد الإرهاق بعد الإرهاق اللي صار مش تكون فيها فايدة يا منتي قلت لي معتا قلت لي فيها فايدة معتا بتأخيري خلي الملعبين يزيد ويرتاح ولكن من الأول قلت لي لا ما يخدمش مصلحة التراجر بتتبع في مخ في مخ جوار ذهنيا ذهنيا نسانا بشي لعب طف مش بشي لعب يعود سيكل آخر متاع تحذيف في مخ لكن على مستوى البدني 24 أور 40 أور خير من اللي ما فهم ما فهم شي معناه فيزيولوجيك ما بارلان واضح هذي واضح بشي كون أحسن بشي كون أحسن فنيين وبدنيين بشي كون أحسن على هذي يزيم هذي يتربط مع الذهن متاعه وهنا الكلمة اللي قال عبدالبيقي اللي كونه يهبتش من الطيارة ويمشي للتراع ما يهموش الإطار الفني والملعبية ما يهموش كيفاش جاء كيفاش لعب كيفاش حذر خلط قبل بربع يام خلط بنهارين ما يهموش مايفكرش فيه تماما مايزموش يفكر فيه خلط الكون يفكر فيه يتيح في الغلط هالكارانوتو 24 أور الزيادة هذي كيفكر فيها يولي يتيح في الغلط لا معاش يفكر فيها تماما مايفكرش مايفكرش ينزم نحيا من المخ اللاعب والإطار الفني اثنين مايتخلش في المتابعة هذي أمور تنظيمية ماهيش فنية باش نتمس في فنية لكن بالنسبة لي كنتي تنظيمية ماهيهمكش يقول لك باش تلعب نهار الفلاني يبقى حظر نروحك تلعب نهار الفلاني وانتهى واضح به